ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لو حابنا اتكلم عن الفنرابيليتي زي ما فهمنا هي نقطة ضعف موجودة عندي ممكن تبقى في السيستم ممكن تبقى في كود ممكن تبقى في صوفتوير معين ممكن تبقى في فيزيكال سيكوريتي يتسبب بيتكو مفتوح والحرام يخش لك الحقيقة فعلى حسب آخر إحصائية لألفين واتناشر طب فيفتي فندرز باي نمبرز أو الفنرابيليتي حنشوف انه المايكروسوفت اكتشفوا فيها الفين تسعمائة وثلاثة الفنرابيليتي الفنرابيليتي ديت بتصيب ثري هاندد فورتي فور برودكت من المايكروسوفت برودكت يعني بما يعادل ايد فنرابيليتي بالبرودكت حنشوف انه قبل اوريكل اي بي ام لينكس اتش بي نوبل اباتشي كل دول عندهم فنرابيليتي اكتشفت في الفين واتناشر وبتصيب عدد معين من البرودكت بتاعتهم ممكن اقول ان سيسكو عدد الفنرابيليتي فيها كان الفمائة واربعة ولكن هي بتصيب سبعة تلاف سبعمائة واربعة ستين برودكت واعتقد ان ده هو حاجة ايجابية وحاجة سلبية ده معناه انه كل برودكت كان فيه يمكن فنرابيليتي واحدة ولكن ايضا ده معناه انه كل برودكت لازم يبقى فيه فنرابيليتي فدي كانت شويه الاخطار في الفين وحداشر حسب بيزدون اي بي ام مونيترينج على تلاتاشر مليار سيكوريتي ايفنس اكتشفوا انه انه مسلا عندنا الورمز والبيروسز واخده نسبة كبيرة في عندي البوت نت واخده ايضا نسبة كبيرة وهكذا اوكي نروح لسيستم انتنس هنقول انه احنا مش مش هتكلم على السيستم انتنس بشكل حقيقي احنا بنتكلم على الكوسز اوف كومبرمايز سيكوريتي التكنولوجي ويكنس الكونفجرشن ويكنس البوليسي ويكنس هومان ارور اور مالس كل دي اسباب ليه ان يحصل عندي مشكلة في السيكوريتي عموما لازم نفتكر قبل ما نروح للسلايد التاني ان الجول في نتورك سيكوريتي هي الانتجرتي كونفيدنشناليتي ايفابيليتي السيكوريتي تريد بتتراي نهات افكت هذه الالمنتز وبتحاول تأثر على هذه الالمنتز وتخلي عندي مشكلة في الانتجرتي او الكونفيدنشناليتي او الافابيليتي لازم دايما يكون عندي فكر الكوست الفلوست اسس مست بي بالانس افكت بي بالانس يجب ان تخلص كم افكت بك المالس يجب ان تخلص كم افكت بي بالانس احيانا ممكن يكون فيه ريسك معين هو يعني مش حيبه مؤثر بالنسباني فمش مشكلة لو انا مش هشتري له برودكت غالي او حتى حتفع فلوس علشان امتجية الريسك ده كل تكنولوجي يوجد ضحيك تي سي بي اي بي مسار هو افكت بي بالانس الكمنيكيشن عشان يخلي بفي عندي كميكيشن هو ممكن وهو ضحييي طبعا نوع بيستغل التي سي بي اي بي في عمل هجمات وثريتس وحنشوف الكلام ده الوبراتيج سيستم نفسه هو ضحيك في حد ذاته لو انا محطتش فيه الـ Updates محطتش فيه الـ latest batches وغيره وطبعا الكلام ده شامل Microsoft و Linux وكله الـ Network equipment المعدات بتاعتي routers, firewalls, switches كل دولا محتاجين انه هم يبقوا protected by password وفي اثنتيكيشن ليهم لو في روتينج بروتوكول لازم اكون عارف انه روتينج بروتوكول ده سيكيور ولا لا وهكذا دايما think like a hacker secure data storage, secure data communication, secure data usage لازم تفكر بفكر الـ hacker عشان تقدر تحمي الشبكة بتاعتي configuration weakness عندها مشاكل في الـ configuration الـ unsecure account اي اكاونت مش secure ممكن يبقى عرضة انه هو يبقى الـ web browser يبقى بيتصرف تصرفات وبيحتل اجزاء كبيرة عندي من الرامة وانا مش عايز ده ولكن هو خلاص تم اختطافه حصله hijacked وتم اختطافه من قبل hacker معين من خلال طبعا software سيء بيتحكم في الـ browser المعدات الـ network بتاعتي ممكن تبقى poorly configured لازم اشوف هل انا عامل misconfiguration للـ SNMP access list trusion horses الـ viruses هي كلها ايضا بتؤثر عندي وبتندرج تحت configuration weakness policy weakness اي شركة لازم يكون لها security policy هنتكلم عن الموضوع ده later ممكن يبقى في عندك ضعف وانت بتكتب policy نسيت سطرة معين او statement معين ممكن يؤثر على password management الـ acceptable use التخلص من البيانات الـ disposal وكل ده الـ human error الـ human نفسه ممكن by accident او من خلال تجاهله وتجاهله للتعليمات والكلام ده الـ ignorance بتاعته هي ممكن انه هو يخطأ ويكون خطأه ده بسبب انه يبقى عندك weakness معينة الـ hacker يستقل لها ممكن الـ work load عندي too many or too few system administrators ده برضه ممكن يؤثر عندي المالس او المعصود بالـ مالس ان انا ممكن يبقى عندي واحد موظف مثلا صاخط او مطرود عندي واحد بممكن يتقمص شخصية واحد تاني ويعمل هندسة اجتماعية عبر الهاتف وحنعرف يعني سوشال انجنين كريب ممكن واحد يحاول يعمل احتيال او اختلاس كل ده احتيال اتدرج under المالس سكيورنج الـ operating system احنا محتاجين نسكيور الـ operating system محتاجين ان احنا نعمله سكيورنج او سكيورنج كلمتين واحد من خلال ان انا امانيج الـ update update الـ operating system بتاعي انزل الباتشات الباتشات عموما هي quick fix security vulnerability لازم انزل hot fixes الـ hot fixes عموما هي عبارة عن fix بتفكس error في الـ operating system code او بعد ما الـ operating system يريليزد يعني ولكن الباتشات اكتر حاجة بتكون هي اللي بتفكس الـ security vulnerability maintain release maintenance release زي الـ release اللي بينزل ليه مجرد عمل maintenance للـ operating system فيها دي كمان service pack service pack هو package of batches hot fixes operating system enhancement new future بتبقى موجودة كمانز جديدة في الـ command line مثلا بتاع السيم دي بتاع الـ windows كل ده بيبقى موجود في service pack بيكروسوفت update في الـ control panel بيوفر لي امكانية ان انا احدد امتى الـ update بتاعي ده يتعمل الـ update بتاعي ده هينزل اوتوماتيك لي ولا انا لازم اعمله ابروف الـ update اللي حيروح يشيك عليها الـ windows ويجي يقول لي عليها بتندلك تحت 3 تصنيفات اما صنف اختياري optional زي الا ان ده رقم الـ microsoft knowledge base يعني انا لو رحت على الـ web site بتاع microsoft على الـ knowledge base بتاعتهم عملت سرش على الرقم ده هاعرف ان الفايل ده بيعمل ايه او الـ update ده فايدته ايه بيباتش ايه مسلا الـ windows update كمان بيوفر لي patch management انا اقدر من انا وانا في الـ windows update اروح اكليك على view update history هشوف كل الـ update اللي نازلة عندي والارقام بتاعتها زي ما احنا شايفين knowledge base او الـ kb واقدر اعمل سرش واعرف وطبعا واضح انها كلها important كلمنا على service back طبعا ناخد بانا دايما ان service back فاغلب الاحيان بتحتاج انك انت تلنزل يعني لو انا عندي service back 2 لازم يكون عندي service back 1 الاول عشان اقدر انزل service back 2 ممكن تنزل automaticly او ممكن تنزل manually الـ bios الخاص بالـ motherboard بتاعتك برضو ممكن ان انا اروح واشوف هل انا عندي latest bias framework نازل عندي latest version of framework بتاعت الـ bias اقدر اعرف ده ان انا اروح على CMD اكتب microsoft ms info 32 لما هتطلع لي شاشة system information كل شاشة الاساسية انا بس اتأكد اروح اشوف الـ bias version ديت والاسم bias version واشوف الـ 2 دولار وطبعا بعد كده حقدر اروح على الـ website الخاص بالشركة اللي عملت الـ bias software عندي واشوف هل انا النسخة اللي عندي اخر واحدة او لا لو ما كانتش اخر واحدة انا ممكن اعمل لها download و اعمل لها اعمل لها installation عادي جدا و اعمل بعد كده الـ start الـupdating الـ bias بقى بسيط دلوقتي ومبقاش عملها صعبة الـ windows firewall من الاشياء اللي بتيجي مع الـ windows بتسكيور الـ operating system هو turned on by default ولكن هيبقى turned off لو فيه third party firewall installed يعني لو انا منزل مثلا casper sky antivirus with firewall functionality مع وظيفة الـ firewall يبقى في الحالة دي هيبقى عندي على طول اعرف انه ممكن يقفل هو الـ windows firewall على حسب طبعا بعض الـ antiviruses او بعض الـ software firewall لو انا منزلها في بعضها ما بيجيش جنب الـ windows firewall بس معظمها هيعمله turn off لان خلاص انا اللي هتولى مسئولية الـ operating system وحمايته من اي اخطار خارجية انا حبقى الـ firewall بتاعه طبعا ابتداء من ويندوز فيستا نزل عندنا الـ user account controller مسته الجميلة انه هو بيشتغل باسلوب ان اي يوزر حيلوجان على الـ operating system هو standard user حتى لو كان الـ administrator ولو حبيت تعمل اي task باسك related to الـ administrator او صلاحيات الـ administrator وكنت انت الـ administrator هتطلع لك رسالة والله انت مطلوب منك ان انت هتعمل كذا والحاجة دي يعني انت لما هتعملها انت المفروض تكون administrator فطبعا انت لو administrator هتدوس وانتهت القصة ممكن انه انت تكون مش administrator فبالتالي حيقولك اوكي لو انت مصنر انك انت تعملها اكتب لي الـ username و password بتوع الـ administrator وهي حعملك مثلا انستولين كذا وممكن تكون حاجة في الـ control banner هتغير اي بي ادلس بتاعك عموما بعض الـ tasks that require administrative privilege in windows 7 بتإنكلود installing or removing application installing and device driver configuring firewall configuring partner controllers scheduling tasks restoring backup يعني كل دول بتحتاج administrator privilege وطبعا لو انت عملتها كيوزر حادي هيتطلب منك تدخل username و password بتاع الـ administrator بالمناسبة انا ممكن من شاشة الـ windows update على الشمال في امكانية ان انا اشيل الـ user يعني احدد الـ user account controller تطلع لي امتى او ممكن اقول له مش عايزة تطلع لي خالص دي برضو امكانية جميلة جدا بس طبعا لازم اكون administrator واحدد ده يعني فممكن من الـ action center user account control settings ممكن احدد زي ما قلت هنا ممكن احدد احنا عايزين هاي المسج دي تطلع ولا ما تطلعش او تطلع مثلا لما انا كـ administrator اعمل حاجة او حاجة ليه علاقة بالـ system او حتى لو لو بيه application عايز يعمل شيء معين انا ممكن كمان احدد ده اوكي سوري طبعا application security application vulnerability انا اعملله انستول هو المفروض انه هو يكون ممكن يكون خطر علي لذلك دايما بكل بساطة حاول اشتري الابليكيشن باي ابليكيشن يعني دي الكاونتر ماجر او التدبير المضاد علشان اقدر ان انا يبقى عندي كاونتر ماجر لموضوع الابليكيشن دايما اشتري الابليكيشن اللي الكودز بتاعته اتكتبت من خلال سيكيوريتي اوير بروجرامز البروجرامرز اللي كتبوا البرنامج لو هم فاهمين سيكيوريتي حيضوني ابليكيشن ما فيهوش طغرات كتير وما فيهوش فينرابيليتي كتير عموما انا هشتري منين من تراستد فاندور يعني برضو ما اشتريش ابليكيشن او انزل ابليكيشن عندي في الشبكة تكون من فاندور مش معروفين او ناس غير تراستد او ما شابه دي الفكرة بكل بساطة براوزر سيكيوريتي عندي مشاكل ممكن تصيب الويب براوزر بتاعتي اول حاجة البوبوب البوبوبز ممكن تبقى ليجي البوبوبز يعني فيه بوبوب هيطلع لي ويندو هي لازم تطلع ده بيحصل امتى لما انا مسلا هستخدم ويب بيز منجمنتول يعني مسلا عندنا في عالم سيسكو بنستخدم مسلا سي سي بي او الاس دي ام ودولا ويب بيز منجمنتول يعني بمعنى اخر هم بيحتاجوا الانترنت اكسبلولر عشان يبقى هو الانترفيس بتاعهم طيب لما بيجوا يشتغلوا بيطلعوني بوبوبوب مثلا اكتب فيها يوزر نيمو باسور طب مع البوبوب دي ليجل بس في بوبوب تاني بوبوب تانية مش ليجل البوبوب اللي مش ليجل اللي هي بتبقى مجرد اعلانات ادوير عموما الانترنت اكسبلولر سابعة وبيل اكسبلولر بتيجي معاها بوبوب بلوكر وطبعا دلوقتي احنا بانترنت اكسبلولر تسعة انا بأذكر اخر حاجة استغلتها بكتنا نزله عشر افرد وزقيت ولكن كلها بيجي معاها بوبوب بلوكر الكوكيز الكوكيز هي سمول تيكست فايل بتتدونلود على الماشين بتاعتك من خلال الويب سايتز اللي انت بتزورها الويب سايتز ديت ممكن يبقى هو منزل الكوكي علشان انت الهوم بيج بتاعت الويب سايت كوستومايز انت ليك انت بشكل معين فالكوكيز ده هيفاهمني انا كويب سايت هاو تو شو انت ازاي ان انا تعرض الويب سايت ديك ممكن بيكون الكوكي بيي Richtung اه اه بيشوف انت بتخش على اني مواقع واس样 بعد كدة هطلع الك ويقول لك والله انت بتخش كتير على العربيات وهن واقع العربيات انت تم تتضع الكعلانات عربيات وسوف تت rogue شبير كار رات هو المفروض ان هي برضو الكوكيز بيتسجل فيها بعض المعلومات عن الموضوع ده ستيل انا ممكن استخدم برامج عشان اشوف الكوكي واقدر اعرف الكوكيز دي بتاعت ايه في برامج بتعمل ده الصيدات الويب سايتز الكويسة بتدليت الكوكيز بجرد ما انا خلصت شغلي مع الصيد المفروض ان الويب سايتز يكون محترم ويمسح الكوكيز بتاعته الا بقى لو كان هو فيه كوكيز هو لازم يحطها محتاجها بعد كده الويب ابليكيشن سيكيورتي الجافا سكريبت الجافا سكريبت من ضمن المشاكل اللي مكتبة موجودة عندي انا ممكن يبقى عندي جافا سكريبت سيء الجافا سكريبت بتضيف نفسها في الاتش تيميل بيج بتاعتي علشان تديني فانكشناليتي زيادة ولكن ممكن تكون الفانكشناليتي دي سيئة كذلك الاكتف اكس كذلك الجافا قبلت بتضيف لي امكانيات على الويب سايت و بتخليه انتراكتف بس ممكن تكون سيئة عشان كده لازم اعرف الاكتف اكس ده والجافا قبلت دي هل هي سايند من مايكروسوفت سايند من 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 تراستد كومباني ولا كمان في عندي الانبوت فيوليشن التاكس انا احيانا مملة فورم معينة في الويب سايد الفورم دي لو البروغرامر مش محدد كل سكشن في الفورم دي مش محدد لها فيوليشن انبوت يعني معنى اخر انت مثلا في خانة الاسم في خانة الاسم اسمك هيبقى ايه اكتر عدد كاركتر خليني اقول مثلا تمانين كاركتر حتكتب انت اسمك الرباعي مثلا واسمك ان طويل جدا اوكي بس نوت موردن ايتي لان انا لو سيبتاء مفتوحة انا ممكن اروح اعمل كابيو بيس لكتاب وحط جوه خانة الاسم وطبعا انا كده اعمل بوفر اوفر فلو على الويب سيرفر نفسه بخلي الويب سيرفر نفسه يخزن بيانات ملهاش قيمة بخلي الويب سيرفر نفسه يبدأ يبروزس ايه الاسم الكبير دوت وخلي الميموري بتاعته يحصل لها بوفر اوفر فلو واملى البوفر بتاع الويب سيرفر ببيانات ملهاش معنى كمان ممكن ان انا استغل اعمل اسكيو ال انجيكشن على اسكيو ال داتابيز او اعمل اكس اس اس او الكروس سايد سكريبتيج بكل بساطه انا احاول ان انا احط كود سيء في السيرفر وحيتنفس عندك ومجرد ما انت تبدأ تشتغل على الويب سايد دوت من ضمن البرامج الكويسة عندنا اللي ممكن تعرض الكوكيز هو البرنامج دوت متصحكوا تشوفوه وتعملوه دوت الميلوير الميلوير هي بكل وبساطه هي مليشيس كود اي 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 كود اي برنامج هو كود هو عبارة عن مجموعة كود هذه الكود لو كانت سيئة باد كود فاحنا نسميها مليشيس كود طيب اي مليشيس سوفتوير مليشيس سوفتوير احنا بنختصره بكلمة ميلوير طيب الميلوير دي ممكن توديني الاي اي او بتتصنق او بيطلع منها اي اي في عندي فيروسات في عندي تروجينز في عندي سبايوير في عندي ادوير في عندي وورمز كل دولة بيندرجوا تحت بند الميلوير طيب لو جينا نتكلم على الفيروسات والوارمز والتروجين هورس الفيروس هو مليشيس سوفتوير هينزل عندك على الجهاز يبدأ يأثر على الميموري بتاعتك ويأثر على كفاءة الجهاز له غرض سيء معين لكن هو مش هيكرر نفسه بنفسه هو محتاج انك انت مثلا تعمل حاجة معينة او بتبرمج انه هو مش هيسبريد اتسالف او مش هيينشر نفسه مش هيديبلوي نفسه الا لو انت عملت حاجة معينة محتاج هيومن انتر اكشن علشان يتكرر تبيريبيتت على ايه على اكثر من ماشين الوارمز لا الوارمز اكثر اكثر زكاء الوارمز عندها قدرة انه هي تصيب الجهاز بتاعك وبعد ما تصيب الجهاز بتاعك تبدأ تشيك على مثلا الاوتلوك عندك فيه كونتاكت ليست ايه تبدأ تحط نفسها اتتشمنت وتنشر نفسها للاخرين اوتوماتيكلي ما عندهاش مشكلة الوارمز مش محتاجة هيومن انتر اكشن في انها تتكرر على عدة ماشين وتخلي ماشينز كتيرة انفكتت بيها التروجين هورس التروجين هورس بكل بساطة هو ابليكيشن سيء مختفي داخل ابليكيشن كويس بيخش على جهازك وهو في النهاية بيتم التحكم فيه من خلال الهاكر من خلال الهاكر الهاكر عنده نسخة بيتحكم فيها بهذا التروجين ويبدأ يخلي التروجين ده يشيك على الجهاز بتاعك ويفحص يشوف يترى في عندك معلومات ايه في عندك كريديت كارد انفورميشن في عندك ايميلز وباسوردز وكلام ده لو في اي معلومات انت بتعملها يخدها ويبدأ يديها للهاكر دي الفكرة الاسسية بتاعت التروجين اي معلومات مهمة عندك هو بيبدأ يسرقها ويديها للهاكر الحقيقة في اسماء كتير للفيروس في فيروسات كتيرة الويكيبيديا فيها 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 ويبسايت جميل جدا هو اسمه time line of computer virus and worms من اول فيروس اتعمل ساعة 1971 تقريبا لحد 1971 كان اسمه creeper لحد الوقت الحالي لحد يمنى الصفحة دي بيتم عمل لها update وبيعرض لكل الفيروسات اللي تم تواجدها واشهرها طبعا بالمناسبة السكريبت كده اللي كنا اتكلمنا عليهم في الفيديو بتاع الintroduction بيقدروا ان هما يكريتوا فيروسات وورمز فيه تولز بتمكن تستخدمها عشان تكريتوا فيروس وورمز زي جي بي اس فيروس ميكر وانترنت وورم ميكر تينك تول جي بي اس فيروس ميكر ممكن يخليني اعمل فيروس وزا ما انتم شايفين انا ممكن احدد انا انا عايز ايه انا عايز ادسابل الرجيستري عايز ادسابل دي سي بي كلايند ميوت الساوند يعني يعني انا مغلس يعني يعني بوص فيروس غلس يعني وترمينات ويندو هايد كراوس هايد رون وفي النهاية انا ممكن اقوله اسمه بعد ما ينزل نيم افتر انستول على السيستم هيبقى رنده الاثنين وثلاثين السيرفر نيم نسخة السيرفر بتاعتي اللي انا هتحكم فيها بهذا الفيروس ممكن اسميها كزا وكريت فيروس كمان عندي انترنت وورم ميكر ممكن اعمل وورم وايضا عندي اوبشنز كتيرة انا مش محتاجه اكون برو جرامر علشان اعمل الكلام ده شوفوا الموضوع بقى سهل ازاي كمان عندي بنضم للمشاكل اللي ممكن تصدفني الكيلوجر والكيلوجر هو بكل بساطة بيسجل انت بتكتب ايه على الكيبورد في منه نوع هاردوير ممكن يتحط في الكيبورد نفسه يعني ده الكيبورد بس انا حاطت هنا اكستنشن زيادة الاكستنشن ده بيتم تغزيم فيه كل الكيستروكس بتاعتك وانت بتكتب ايه فيه ابليكيشنز ممكن تنزل على الجهاز وتبقى تشغالة ككيلوجر زي انفيسر بالكيلوجر انا ممكن انزله على الجهاز ويبدأ يسجل انت بتكتب ايه طبعا الكاونتر ماجور للكيبورد ان انت تستخدم فيرشوال كيبورد لو استخدمت فيرشوال كيبورد انت بتعمل كليكات فهو هيسجل كليكات بس ما يعرفش انت بتكليك ايه فانت طبعا هنا دي ممكن انت يعني تحمي نفسك من الكيلوجر باستخدام فيرشوال كيبورد الفيرشوال كيبورد اللي بتبقى سوفتوير كده وانا مثلا عايز اكتب حرف ار تي واتفر بادوس عليهم وخلاص طبعا فيه ويبسايت كتيرة بتبيع حتى الهاردوير كيلوجر زي ما احنا شايفين في بعض البرامج زي هو هو كلهم في واحد student ممكن ان نزله على موظف الموظف عندي وابدأ خذلي كل شيء يخذلي MSN Messenger, ICQ, Yahoo Messenger ممكن اضعلي keystrokes اللي كتبها ممكن اضعلي سنابشوت للسكرين ويخذنها عندي ممكن اضعلي كل الكلام ده با ايميل كمان Real Spy Monitor من البرامج اللي هي بتقدر تعمل كل الكلام ده كمان عندي مشاكل اخرى في الميلوير الميلوير كمان في منه Spyware Spyware اللي هي برامج اللي بتتجسس عليك Spying بتعمل Spy عليك وتبدأ تاخد المعلومات دي وترسلها الادوير زي ما قلنا Advertisement في النهاية هتقدي ان انا يطلعلي بوبوب كتير عندي الروتكيت الروتكيت هي فيروسات او برامج خبيثة البرامج ديت او malicious codes ديت هدفها ان هي تكون اول ما يشتغل الجهاز بتحمل نفسها في الرام قبل ما حتى الانتي فيروس بتاعك يشتغل عشان ما يحصل لهاش detect ده المقصود بالروتكيت كمان في عندي مشكلة تانية انсти ممكن واحد يحط تروجر عندي او يبدأ خلينا اقول 요ضع لي يحط تروجر عندي ويبدأ بعد كدآ اضني 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 اضرك يبقى ويجب د firefighters بتصبح يجب قسمه اضني اضني اضنيات compassion يجب اضنيات يعني انت حطيت برنامج عندي برنامج ده حيخليك تتحكم في جهازي طيب حتتتحكم في جهازي والكنترول ما يمشيه طيب حتعمل ايه بيها الحقيقة مش انت بس انت حيبقى فيه انت وناس كتير جدا زمبيز برضو وفي الحالة دي بنسمي الشبكة دي بوت نت الهدف بتاعكو ان انتو في النهاية في لحظة معينة ممكن يجي واحد طبعا انتو على فكرة الزمبيز دي ممكن مثلا يبقى فيه الف في مصر ايش الفين في السعودية تتلاف في ايطاليا وهكذا تتلاف ماشين يعني في النهاية انا عندي ارمي او زمبي طيب الهدف ايه هيجي واحد يقول لي اتفضل دي فلوس لو سمحت انا عايز توقع سيرفر معين موجود في امريكا فانا حروح مستخدم الزمبيز الالف اللي في مصر والالفين اللي في السعودية والتلاتة اللي في ايطاليا وقول لهم يلا يا جماعة روحوا اعملوا في نفس الوقت طلب معين على السيرفر دي عشان توقعوه وتعملوا ما يسمى بيه الدينالوف سيرفرس اتاك الدينالوف سيرفرس اتاك او الدوس اتاك هو بكل بساطة ان انا اخليك تنشغل عن اداء عن ادائك الحقيقي كنت قبل كده في فيديو سابق من زمان او اعملت قلت 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 انت ممكن احدفلك اقولك سلام عليكم تمام حتقولي عليكم سلام طيب اروح جايب معي ميت واحد ونيجي نقولك سلام عليكم في نفس الوقت هتعرف ترد علينا مش هتعرف لو عدى بقى جنبك بعد جزء من الثانية واحد قالك ايه ياريت تمضلنا على الورقة دي بس حضرتك عشان عايزين نوديها الحسابات ولا هتعرف تعمل حاجة انتهى النكت انا اثرت على المستويات تمام الحقيقة اللي بيحصل في السرفرات انها ممكن يحصلها shut down بسبب الموضوع ام اقلت حكي ده the download of service attack من النوع ده من the download of service attack ونتكلم عالموضوع ده لسه في شابتر ايت على ما اسكر او 9 لا أريد أن أتكلم أكثر عن الـDainer-of-Service-Attack ولكن هذه هي أحد الأسباب التي يمكن أن نستخدمها أو أحد الأسباب التي تجعلني أعمل بوت نت ما هي البرامج التي يمكن أن تجعلني أعمل بوت نت في بوزن آيفي، إلوجين، زايس الثلاثة دولار يسمحون لي أن أعمل بوت نت وأتحكم في أجهزة إنداس ويبقى عندي شبخة كبيرة زايس هو مهم جداً زايس على فكرة النسخة الأصلية بتاعته بتتبع بـ 15 ألف دولار كانت كان فيه له منافس اسمه باي اي والاتنين اجتمعوا مع بعض زايس هو ترويجان هورس بيستيل الـBanking information by man in the browser keystroke login form grabbing taking information من الـ forms اللي انت بتحطها في الـ website وانت بتفيل الـ website زايس عموماً بينشر نفسه through drive-by-downloads أو phishing schema phishing هنتكلم عليها أو التصيد هنتكلم عليه لما يخش على الـ social engineering ولكن الـ drive-by-downloads كمصطلح هو أي داونلود هيحصل من غير ما أنت تكون حسس بيه ممكن يحصل لو أنت مجرد فتحت الـ website مجرد كنت تتفرج على إيميل هو فيه كود خبيث ينزل الزايس ومجرد من أنت بس تفتح لي الإنترفيس بتاع الإيميل أو تفتح الـ website طيب لنذهب الـ advanced with trusion worms viruses خلينا نروح نتكلم شوية advanced كده في الموضو مجرد